قضية النهاردة انا عارفة ان هي هتكون مزعجة جدا لبعض الاشخاص لان الاشخاص اللي فيها مزعجين جدا وضيقوني جدا وانا واسقة ان هما كمان هيضيقوكم طبعا انا ما قصدش الضحية انا قصد الاشخاص اللي تورطوا في القضية القضية دي كل شوية بتتحول كل شوية تدخل في مسار تاني فلازم تركزوا معي كويس في التفاصيل القضية والقضية دي هي قضية اتل ادريان جونز السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد انا ميرنا وبنزل فيديو تقريبا كل يوم فلو انت بتحب قص الجرائم والقضية الغمضة والمسيرة للاهتمام اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد الفيديو ده انا ما بقصدش بيه اي ايساء او اهانة لأي حد اسم متذكر في القضية الفيديو ده الاغراض تعليمية وطرفية فقط لغير وخلونا نبدأ قضية نعم بنت اسمها ادريان جونز اتوردت بالتحديد يوم 18 ستة سنة 1979 في مانسفيلد في تكسس باباها كان اسم بيل واماها اسمها ليندا كان عندها اخين جاستن وسكوت بيل باباها كان شخص متحفز جدا كان بيخاف عليهم جدا خصوصا كان بيخاف عليه هي اكتر لان هي كانت البنت الوحيدة وكل ما كانت بتكبر كل ما بيل كان بيحط لها قواعد اكتر زي مسلا ان هي ميفاش ترجع البيت بعد الساعة ساعة بالليل اه مسلا لو كانت راحة حفلة او راحة الملاهي كان لازم بتجيب له التسكرة معيها عشان يتأكد ان هي كانت هناك فعلا وطبعا زي اي مراهج ده خليها تبقى عايزة تخالف القوانين دي اكتر فبدأت ان هي تخرج بالليل من وراهم وهنا باباها جاب مصامير وقفل الشبابيك بتاعي تقضيتها هو بس كان قلقان عليها مش اكتر كان شايف ان هي جميلة جدا وكمان كانت مشهورة جدا في المدرسة وكانت شطرة جدا في درستها وكانت متعودة ان هي تفضل ساعات بتذكر كل يوم بعد ما بترجع من المدرسة كانت بتلعب رياضات كتير وبعدين كمان كانت بتشتغل في مطعم فاست فود كان اسمه جولدن فرايد والكل هناك قال ان من وقت ما اشتغلت معيهم الشغل بعمومتها اكتر وبالرغم من كل ده قدري ان كمان قدرت ان هي تحافظ على علاقاتها الاجتماعية كانت دايما على السوشيال ميديا كان عندها صحاب في كل مكان تقريبا في المدرسة من بلاد تانية من فريقها وكمان هي كانت من النوعات الاشخاص اللي ممكن تقابل اي حد تروح ايلاله هاي وتبدأ محادسة معي فكان من الطبيعي دي دي حاجة طبيعية بالنسبة لها ان هي تبقى مرحة ان هتتكلم مع ناس كتير ان هي تكون صداقات كتير فطبيعي ان هي بقى عندها اصدقاء من اماكن كتيرة حتى من برا البلد اللي هم موجودين فيها كمان كان معروف عنها ان هي بتحب الاولاد بتحب ترتبط ولما كبرت اكتر بدأت تهتم بمكياجها بشعرها بالموضة كانت بتاخر ساعات كاملة في الحمام بتقف بس عشان تجاهز نفسها قبل ما تخرج من البيت كل يوم حتى لو هي ما عندهاش معاد مهمة او مسلا خارج المكان هي دايما قبل ما بتخرج كان لازم تروح تقعد ساعتين في الحمام بعد كده تخرج بكامل اناقتها وكانت دايما بتقول انت ما تعرفش ابدا انت ممكن انت قابل مين وانت خارج وفي سنة في خريف سنة الف وتسعمائة خمسة وتسين فريقها كان رايح في ميتينج في منطقة تانية في مدينة لوبك والفريق كله ركب سوا في عربية وراحوا لوبك والفريق اداءه كان كويس جدا ورجوا هم مبسوطين وما حصلش اي حاجة بحشا ورجوا كلهم من المدرسة ولما رجوا في حد من اصدقاء ادريان وصلها للبيت اليوم ده وركزوا معي في الحتة دي لان هي مهمة جدا في القضية صديق ليها وصلها للبيت ووصلت البيت بامان وكل حاجة كانت طبيعية بعد اليوم ده والحد يوم تلاتة اتناشر سنة الف وتسعمائة خمسة وتسعين كان يوم الحد بالليل واليوم ده الساعة عشر ونص بالليل ادريان جت لها مكالمة من حبيبها حبيبها كان اسمه تريسي سميس وكان في مدرسة تانية غير مدرستها ووقتها كان هو برا البلد فقالها ساعتها سمحولها ان هي تكلموا في التليفون مع ان هم في العادة بيصبحوا لهاش تتكلموا في التليفون في الوقت ده بالليل يعني امها كانت سمعها وهي بتكلم تريسي وفي وقت امها لندا قالت ان هي سمعتها وهي بتحول المكالمة لها مكالمة تانية وفي وقت ما كان بتكلم تريسي فحولت المكالمة وتكلمت لدقيقة تقريبا وبعد كده رجعت لتريسي تاني وبعد كده قالت له تصبح على خير وقفلت معي فأمها جات وسألتها قالت لها انت مين اللي كلمك وانت بتكلم تريسي فهي قالت لها ده ديفيد من كروس كامتري وده التيم اللي هي كانت فيه وقالت ان هو كان متضايق من حاجة فاكلم هدية بس وقفل لين ده ما كانتش تعرف مين ديفيد وما فكرتش كتير بس بعد عشر دقائق رجعت تاني لقدت ادريان ولحظت ان ادريان كانت قلقانة جدا من حاجة ومش مستقرة نهائي وواضح ان هي بتفكر في حاجة بس هي امها قالت لها خلاص تصبحها على خير وثابتها ودخلت تنين تاني يوم الساعة سبعة الصبح حد من اولاد لين ده صحوها وسألها ادريان فين في الاول لين ده قالت ان اكيد ادريان راحت تجري كالعادة قبل المدرسة بس لما راحت لقودتها لقيت ان الحزاء بتاع الجري بتاعها لسه موجود في القودة فأمها هنا عرفت ان في احتمال ان هي خرجت بالليل من وراهم زي ما كانت بتعمل بس برضو الغريب ان دايما ادريان كانت بترجع قبل الصبح ما يطلع عشان ما حدش يعرف ولما ادريان ما راحتش المدرسة اليوم ده امها اتصلت بناين وان وان وبلغت ان هي مفقودة وقتها كانت التسعينات فا ادريان كان عندها نوت بوك ادريس بوك بتبقى كتبة فيه كل الارقام بتاعتها فامها حدت الادريس بوك ده وقعدت قلبت فيه كله اتصلت بكل الناس اللي موجودة فيه تقريبا وكان من ضمنهم المدرب بتاعها في التيم بتاعها والمدرب ده راحت هي سألته على ديفيد وقيت له تعرف حد اسمه ديفيد لان هو كلم بنتها مبارح فالمدرب قال لها ان الوحيد اللي موجود في الفريق اسمه ديفيد هو ديفيد جرام بس قال لها ان هو وادريان تقريبا ما كانوش اصدقائه لما جيت تانيهم في المدرسة المدرب ده طلب من طالب تاني هناك ان هو يروح يسأل ديفيد لو كان تكلم ادريان ليلة الحد والطالب ده رجع وقال للمدرب ان هو سأل ديفيد وديفيد كان شكله متوتر جدا بس راح رد عليه وقال له لأ هكلمها ليه فهنا شكوا ان ادريان ممكن تكون استخدمت اسمه عشان تخبي اسم الشخص الحقيقي اللي كانت بتكلمه فعلا وفي يوم اربعة اتناشر كان عدى اربعة وعشرين ساعة وادريان لسه مفقودة واليوم ده الصبح مزارع كان سائق على طريق المدينة قريب من بحيرة جوبول على بعض عشر اميال من منسفلد وشاف جثة ادريان في الاول فكروا ان يعني الراجل ده فكر ان فيا حد بيخدعه او حد عامل فيا حاجة عشان هو يوقف ويسرقه مسلا ففيدي الواقف بص عليها شوية وبعدها شاف ان هي مش بتتحرك فراح لعندها وتأكد ان هي كانت ميتة واضح جدا ان حد كان ضربها على دمخة لان جمجمتها كانت معوجة ودخل الجوه من جنب واحد وكمان كانت مضروبة رصاصتين وعلى طول الراجل تكلم ناين وان وان ادريان كانت لابسة سويتشرت وشورت بس ما كانتش لابسة جزمتها ولقوا اخطية الرصاص جنب جثتها لو اخطيع لرصاصتين حددوا وقت الوفاة انه حوالي الساعة واحدة الفجر الليلة اللي قبلها يعني الليلة اللي هي اختفت فيها طبعا الكل في المدينة كان هيتجنن كانوا عايزين يعرفوا ليه ليه ادريان هل ده كان بسبب اعتداء جسدي بس الطب الشرعي قال انه ما كانش فيه اي اعتداء جسدي على جثتها والدها بيل راحوا وتعرف على جثتها ودي حاجة صعبة جدا يعني انا مقدرش هتخيل موقفه كان ايه كل الناس كانوا زعلانين عليها ومش فاهمين ليه اصلا ممكن لحد يقتلها طبعا المحققين بدأوا يدوروا في بيتها ودوروا في قدتها وما كانش فيه اي حاجة تدل على ان حد خطفها من قدتها واضح جدا ان هي خرجت بنفسها وبارادتها تقريبا هي كده كانت راحت قابل حد هي عرفاه وكان صعب جدا على الشرطة يعرفوا مين لان هي اصحابها كتير جدا زي ما قلت لكم المحققين كان عندهم مئات من المشتبه فيهم وكانوا مضطرين ان هم يستجوبهم كلهم فالمحققين بدأوا بالناس في مدرسيتها وعملوا ليست بالناس اللي عايزين فعلا ان هم مهتمين ان هم ياخدوهم لمركز الشرطة ويستجوبوهم ويعمل لهم اكتشاف اختبار لكشف الكند فكمان اخوها كان شاف شحنة واقفة قدام بيتهم الليلة دي فالبوليس حاول كمان ان يقلل الدايرة على اي طالب عنده شحنة زي ايه اللي اخوها شافة الكل وقتها في المدينة كان مرعوب ومفكر ان ممكن يكون في قاتل متسلسل عيش وعيش وسطهم وانه هو بيقتل الطلاب وانه ممكن يقتل طلاب اكتر وكمان زمايلها في الفاصل كانوا منهارين جدا وجدوا لهم وقتها مستشارين نفسيين يتكلموا معاهم فمجموعة منهم المستشارين النفسيين دول قالوا ان عدد كبير منهم بيقولوا نفس الحاجة وهما بيقولوا ان هما سمعوا كلام في المدرسة بيقول ان القاتل واحد منهم وان هو لسه بيتجول في المدرسة وبيحاول يباني ان هو طبيعي وكانوا خايفين ان القاتل ده يكون ناوي يقتلهم كلهم كمان زمايلها دول يتجمعوا مع بعض وجمعوا فلوس وعملوا شجرة في ملعب المدرسة على شرف ادريان اهلها طبعا كانوا منضمرين جدا امها كانت بتحاول توصل المعلومات باي طريقة كانت عايزة تعرف مين اللي بنتها كلمته الليلة دي مين اللي كلمته الليلة اللي ماتت فيها لدرجة ان هي روحة لوسيط روحي عشان يعرف لها مين اللي كانت يعني اللي كانت بنتها بتكلمه بس طبعا ما وصلتش لأي نتيجة في الوقت للمحاققين كانوا عملين يستجويبوا الناس اللي في الليست الكبيرة اللي معيهم اللي عملوها لين ده امها كانوا طول الوقت حاسة انه انه ديفيد ده اسمه ديفيد جرام كان عنده 18 سنة وقتها ما كانش حتى في اللي الشرطة عاملاها لان ادريان حتى ما كانتش الكاتبة رقمه في الادرس بوك بتاعها وكمان اصحابها قالوا ان ادريان ما كانش لها اي علاقة بيه فحسوا ان هما ما كانوش قريبين من بعض الدرجة ان هما يشكوا فيه اصلا بس عشان هما في نفس الفريق وعشان ما متها كمان قالت لهم ان هي كلمته قابليها في الليلة اللي قابليها كتبوا في الليست بتاعتهم خلونا نعرف اكتر عن ديفيد جرام ديفيد جرام اتولد يوم اتنين حداشر سنة 1977 كان اكبر من ادريان بس كان عندهم حاجات مشتركة كتير زي ان الاتنين كانوا رياضيين كانوا مشهورين وكانوا شاطرين في دراستهم واحد من زميله قال ان هو من اكتر الاشخاص الرائعين في العالم ديفيد كان مخطط ان هو هيدخل اكاديمية القوات الجوية في كل رادو عشان يبقى طيار في المستقبل ودي المهنة اللي بيحلم بها من هو عنده سبع سنين لما تكلم مع المحققين قال ان هو قدريان مش اكتر من اصدقاء وصداقة بسيطة جدا وان هو ما كلمهاش من فترة طويلة بس هو ادائي جدا لما سمع ان هي ماتت وعيط عليها قدامهم وبالرغم ان هما كانوا بيعملوا اختبار كشف كده بالمعظم اللي في الليست بس السبب ما يقرروا ان ديفيد مش محتاج ان هو يعمل الاختبار وكمان شلوه من الليست كلها في الوقت ده كانوا مركزين على اول مشتبه في حقيقة عندهم واللي كانت بنت اسمها تورا البنت دي كان عندها تاريخ وانفي كبير اه في مرة اطلقت النورة على حبيبها وجرحته ومرة تانية هجمت واحدة من اصحاب ادريان بمضرب بيسبول عشان كتشك ان هي على علاقة مع حبيبها وادريان شهدت ضدها في المحكمة فهم ما شكوا ان هي ممكن يكون ليها دخل بس تلع عندها حجة غياب قوية بعدها اتحققوا من حبيب اه ادريان تريسي واللي برضو كان عنده حجة غياب وده اللي ودهم للمشتبه في اللي بعده قال لهم ان هي ادريان وهي بتكلمه قالت له ان هي كانت بتكلم واحد اسمه براين وبراين ده كان عنده 17 سنة وكان بيزور ادريان دايما في المطعم وادريان كانت بتتدايق منه وبرضو البوليس اخده وسجنه ثلاث اسابيع بس في الاخر برضو تثبت انه هو بريء وطلع وهنا المحققين رجعوا لنقطة البداية بعدها بعد ما عدى 9 شهور على موت ادريان اتنين طلاب من اكاديمية نافل راحوا للشرطة وقالوا ان زملتهم في السكن اعترفت لهم ان هي اتلت حد وقالت وقالوا لهم ان هما شكوا ان البنت دي بتجذب بس هي حكت تفاصيل كتير وكان بتتكلم بجد جدا فهم حسوا ان هما لازم يبلغوا عنها البنت دي احنا لسه ما تكلمناش عنها لحد دلوقتي البنت دي كان اسمها دايان ميشيل قالت لاصحابها ان هي اتلت ادريان جونز هي وحبيبها ديفيد جرام دايانت ولدت يوم اتنين وعشرين واحد سنة 1978 اتربت في عيلة متدينة جدا كانت اكبر واحدة في العيلة وكانت بتهتمل باخوتها الاصغر منها كانت عيلتها فقيرة كان بيجي عليهم وقت القهربة بتطقطي عنهم وكانت دايان وقتها بتذاكر على ضوء الشموع لان هي كانت مصممة جدا ان هي تشتغل في ناسا في يوم من الايام وكانت كل يوم بتصحى كل يوم الساعة ستة الصبح عشان تذاكر قبل ما تروح المدرسة وفي المدرسة كانت شاطرة جدا وكانت برضو بتجري في فريق ادريان وديفيد بس ما كانتش اجتماعية زيهم كمان ما كانتش بتهتم بالموضة والميكواب والكلام ده وقالت ان هي ما كانتش بترتبط بحد لان معظم الشباب كانوا غير ناضضين بالنسبة لها وهي وديفيد تتقابلوا هي عندها 14 سنة وبعدها من وقتها بدأوا يتقابلوا وارتبطوا سنة 1995 الاتنين وقتها كان عندهم طموح كبير جدا عايزين يحققوا وما كانوش مخططين اصلا ان علاقتهم تكون جدية بس بعد ما ارتبطوا بشهر واحد بس اعلنوا خطبتهم وحددوا كمان ما اتجوزهم وكانوا نوعين ان هما يتجوزوا في صيف سنة 2000 بعد ما يتخرجوا من الجامعة بس قعدة فترة كانت علاقتهم من مسافة بعيدة لفترة طويلة لان ادريان دخلت اكاديمية نافال وديفيد دخل اكاديمية القوات الجوية في كل راتو واخلاصهم لبعض كان اهم حاجة عند دايان لان هي كانت مصممة ان اول علاقة لها تكون بعد الجواز وان اللي هتتجوزه دي كمان تكون اول علاقة ليه زي ما قلت هي كانت متدينة جدا والموضوع كان مهم جدا بالنسبة لها في الوقت ده حياتهم كانت ماشية طبيعي وكل واحد فيهم طلع اول سلمة في تحقيق حلمه بس ده مستمرش كتير لان دايان لسبب غير معروف اعترفت لزميلها في السكن ان هي وديفيد قتلوا ادريان جونز وان هي فخورة جدا بكده وان ديفيد عمل كده عشان بيحبها وانه ممكن يعمل اي حاجة تطلبها منه ولما اعترفوا عليها قالوا ان هي كان بباردة جدا وقالت لهم ان ده كان لازم يحصل وقالت ان الحاجة الوحيدة اللي زعالتها ان هي لما راحت جنازة ادريان شافت اهلها بيعيطه المحققين سفروا على طول لمكان دايان واستجهبوها وهي هنا قالت ان هي كانت بتهزر وبتخترع كلام وان هما ما قتلوش حد بس المحققين دلوقتي عندهم خيتي مشوارو لان ما فيش حد هيخترع كلام زي ده فرجوا تاني لتكساس وبدوا يتمعوا ادلة ضد دايان والاكاديمية بتاعتها في الوقت ده طلبوا منها ان هي تاخد اجازة مؤقتة لحد ما ينتهي التحقيق ضدها وده دايقها جدا ورجحة التاني لتكساس بس يوم واحد وتلاثين تمانية سفرت لكل رادو عشان تقابل ديفيد وتقوله ان اللي هي عملته ده وان هي حكت لصحابها وان البوليس لما سألها نقر كل حاجة وهو كمان قرر انه هيامل نفس الحاجة لو استجوبه هينكر كل حاجة البوليس استجوب ديفيد يوم اربعة احداشر وطبعا نقر كل حاجة ولما سألوه اللي دايان قالت كده قالوهم معرفش يمكن ان كانت كانت زهقانة فقلفت اي قصة وخلاص بس هنا بقى خلوه يعمل اختبار كشف كده وفشل فيه وهنا بدوا يضغطوا عليه اكتر ويستجوبوا لمدة يومين كاملين من غير وجود محامي للأسف كمان قالوله ان هو لو ما اعترفش بكل حاجة هو وديان هياخده حكم بالاعدام كانوا بيحاولوا يخوفوه عشان يعترف وجم في ووقت ادول ورقه وقالوله لو كتب اعترفه كله هنا العقوبة هتقل عنه وديفيد وافق وكتب اربع صفحات ونص كاملين فيهم اعترف بالله حصل ليلة حتل ادريان جونز وبدأوا من اليوم بتاع الميتنج قال ان هم وقت ما راحوا الميتنج في لوبك مع الفريق يوم اربعة احداشر ديفيد لما رجو وصل ادريان لبيتها قلت لكم قبل كده ان فيه صديق ووصلها للبيت وهم راجعين قال ان هم ركنوا في مكان وحصلت بينهم علاقة جسدية وقال انه بعدها حسب الزنب وقرار يعترف لديان بكل حاجة فريجا وحكى لها كل حاجة ولما عرفت انه عمل كده وقصر العهد اللي ما بينهم ديانت جنينة وفضلت تصرخ بهسترية وتخبت رأسها في الحيطة وفي الارض وبدأت هنا تقول لي ديفيد ان ادريان لازم تموت دي الحاجة الوحيدة اللي هتطهر علاقتهم وترجحها نقية تانية انا ما عرفش هيك بتفكر ازاي الصراحة لان موت ادريان مش هيمحي اللي حصل ولا هيغير حاجة خصوصا فانين ربنا لان دي الحاجة اللي هيكت شايفة انه لازم علاقتهم تبقى طهرة قدام الرب بس ان الواضح ان هي كانت خايفة اكتر ان حد يعرف ان ديفيد خانها وخايفة من كلام الناس مش اكتر فقررت ان هلازم تموت ادريان وديفيد وافق قال ان هو ما كانش بيقدر يرفض طلب بيها مع الاسف يعني قال ان هو لما قتل ادريان ما كانش عنده اي مشاعر كره ضدها خالص هو بس كان عايز يردي ديان في يوم تلاتة اتناشر يوم الحد بالليل اتصل بادريان وطلب منها تقابله قدام بيتها والساعة دي كانت تقريبا كان مخطط ان هو هياخدها معي الساعة كانت واحدة واخدها بعيدة عن البيت وبعدين كان مخطط ان هو يكسر رقابتها ويرميها في البحيرة وكانوا جايبين معهم اوزان تقيلة عشان يربطوها بيها عشان جسيتها ضغوص لتحت كمان ديان كانت وقتها مستخبية في العربية من ورا خدها وراح لمكان فاضي وديان خرجت من ورا وبدأت تهاجم ادريان بس هو حاول ان هو يكسر رقابتها بس اكتشف ان هو يكسر رقابتها دي حاجة مس سهلة مس زي ما بيشوفها يعني في الافلام بعد ما ضربتها على دمخها نطت من شباك العربية وحاولت تهرب بس فيه سلك شائك مع الاسف ادريان ويعد فيه وساعتها ديان قالت لي ديفيد ما ينفعش تقف دلوقتي لازم تنهي الموضوع وهو كمان كان عايز يكمل لانه ما كانش يقدر يسيبها لانها تروح تعترف عليه وهي تقبض عليهم فراح لحد عندها وحط المصدس على رأسها وده ربطل ايتين اول مريجوة العربية اللي اتنين قالوا لبعض بحبك بعدها ديان سكت وقالت له احنا ما كانش المفروض نعمل كده وهو كتب كل ده في ورق اعترافه ومضى عليه وسلمه بعدها الساعة واحدة ونص الصبح راحوا وابدوا على ديان اللي كانت في بيت جدها وجدتها ما سألتش اي اسئلة ولا نقرت اي حاجة ولا تفاجئت حتى ان بيتقبض عليها رحت معهم بيهتوق وتاني يوم تم اتهمها بالاكل المحققين موردوها اعتراف ديفيد بصت بصة بسيطة عليه بس ما اريدش كل حاجة بعدها سألوها لو حابت تحكي هي اللي حصل وقالت ايوة وبردو زي ديفيد من غير ما يكون في محامي موجود ملتهم الاعتراف وهما كتبوا على الالة الكابة وبالرغم من هي ما موردش كل اللي كتبوا ديفيد بس هي كتبت نفس القصة تقريبا حتى اداء التفاصيل وبكده اتأكدوا ان تقريبا دل حصل وخلص على كده المحققين بقوا مواثقين ان هما الاتنين دول اللي قتلوا واعترفوا بالحاجة بالتفصيل بعدها بتلات ايام قبضوا على ديفيد كمان وتم اتهمه بالقتل وكمان زودوا تهمة الاختطاف على الاتنين وكده ممكن ياخدوا حكم بالاعدام بس اهل قدريان قالوا ان هما مش عايزين هم يموتوا هما عايزين هم يقضوا باقي حياتهم في السجن عشان يدفعوا تمن اللي عملوه بنتهم اصدقاء دايان وديفيد في المدرسة كانوا مصدومين لان هما كانوا بالنسبة لهم صنائي مثالي وكانوا مخلصين جدا لبعضهم المحققين بعدها لأول المسدس في بيت اهل ديفيد وده المكان اللي هو كان قال لهم عليه واضح انه كان متعاون جدا معيهم وما كانش بيحاول يدفع عن نفسه لحد ما قال ان هو اتضحك عليه من المحققين وخلوه يدي اعتراف غلط قال انه هو كان صاحل اكتر من تلاتين ساعة متواصلة وكان تعبان وما كانش فاهم ان اعترافه هيأثر في العالم الحقيقي يعني تقريبا كده يعني كان فاكل نفسه فيلم كارتون وان المحققين هددوه انه لو ما كتبش اعترافه هيتحكم عليه بالاعدام الصحافة طبعا نشرت الموضوع في كل مكان وكانوا مسمينها جريمة قتل طالبة في تكساس واعتراف ديفيد اتصرب للصحافة واستخدموه وعملوا منه فيلم يسموه love the deadly triangle واللي اتعرض شهر اتنين سنة 1997 قبل حتى محاكمتهم ما تبدأ كانت نسخة مقربة جدا للحقيقة وكمان اتعامل ديفيد هي للفيلم في الوقت نفسه ديفيد وديان كانوا في السجن مستنين محاكمتهم والاتنين طبعا قالوا انه هما مش مزنبين وفي الوقت ده ما كانوش بيشوفوا بعد بس كانوا بيبيعاتوا رسائل حب كتير جدا لبعد طول الوقت بعدها المحكمة قالت ان الاتنين هيتعاملوا كاشخاص بالغين مع ان وقت الجريمة ديان كان عندها 17 سنة بس وهنا بقى يبدأ يعني القرف والحاجة اللي تعصب جدا الاتنين غيروا قصتهم اليوم مرة صعب جدا انك تفهم حاجة منهم لانهما فضلوا رايح جاي رايح جاي بلانهما مزنبين وانهما ما عملوش حاجة بان ده اللي قتل وده تفرج عليه وبين ده اللي قترت وده كان بيتفرج يعني فضلوا رايحين جايين كده محاكمة ديان كانت بدأت الاول كانت شهر واحد سنة 1998 والقاضي سمح ان المحكمة دي تتصور وتتعرض على التلفزيون ودفاع ديان اعتمد على ان صحابها اللي بلقوا عنها كانوا كذبين وجابوا البنات دول واللي اعترفوا عليها وحكوا تفاصيل اساسا ديان وديفيد كانوا ايلانها في اعترفهم كمان في صديق ليهم جي واعترف ان اللي اتنين راحوا عنده البيت بعد الجريمة وقال ان ديفيد كان هادي وديان كانت بتعيط وهو كان بيهديها وبعديها ناموا واحدة تانية من اللي بلغوا عنها قالت ان ديان قالت لها ان ادريان كانت شخصية بشعة جدا وكان لازم تموت وان اللي دايقها بس ان اهل ادريان عيطوا عليها كمان كان فيه ادلة مادية السلاح وكمان لقوا دم ادريان في عربية ديان كمان لقوا حاجة غريبة جدا ديان في النوت في النوت بوك بتاحة كانت معلمة على يوم تلاتة اتناشر وعمل دايرة كده وكتب ادريان يعني معلمة على اليوم وكتب اسم ادريان زي ما تكون معلمة على وقت رحلة او وقت راحة تخرج فيه مع صحابها يعني حاجة غريبة جدا يعني دفاحة قال برضو ان هما جبروها على الاعتراف وانها عملت كده عشان تحمي ديفيد واللي كان بيسيق معاملتها وبيتحكم فيها طول الوقت كمان قالوا ان ديفيد هو اللي ضرب برضو ادريان على رأسها مش ديان ديان ما شركتش خالص هي بصت فرجت وعشان كده هو ليشيل الجريمة وهيتاخد حكمه بسيق جدا ان هي بص ايه خبت عليه بعدها طلعوها تشهد وقالت ان ديفيد هو اللي عمل كده وكل زنبها ان هي غطت على الجريمة وكمان قالت ان هي اصلا عمرها مطربت منه ان هي قتل ادريان وان هي حاولت بس اتغطي عليه مش اكتر وتحميه انا حكما طبعا ما سديتش التمثيل ولايات اللي هي عملاته لان هي كان بتطلع تعايت وبعد كده ترجع تقني طبعية وبترجع واسقة في نفسها وهدية كمان وكمان قالت على كل الناس اللي شهدوا ضدها ان هما كلهم كذبين وهي بص اللي صدقها المحالفين اتكلموا لست ساعات وبعدها هتلعوا بحكم ان ديفيد مزنبة بالقتل واتحكم عليها باستجني مدى الحياة بدون قابلة اطلاق الصراحة قبل 40 سنة الوقت وقت محاكمة ديفيد واللي هي كانت بعد محاكمة ديفيد بعد محاكمة ديفيد على طول اول ما سمع اللي لقيته فسخ خطبته معها بسعب الكلام اللي قلته عليه وقال ان ده دوره وان هو دلوقتي هيقول الحقيقة دفاعه جادل بان ما فيش اي قدلة مادية تثبت ان ديفيد كان هناك اصلا وحتى الدم اللي لقوه كان في عربية ديان الحاجة الوحيدة اللي بتقول ان هو ليه دخل كان اعترافه واللي هو اصلا بينكره وقالوا ان ديفيد كان بيغطي على ديان وبيحاول يحميها وان هي الصغرة الوحيدة اللي كانت موجودة في دفاعه ان هو ما كانش عنده حجة غاب وقت الجريمة بس هو قال ان هو قابل ديان بعد ما قتلت ادريان وان هي اعترفت له وقاريت له يخبي الاسلحة وخبها في بيت اهلو يعني عشان يساعدها وفي يوم خمستاشر سبعة بنت اسمها ويندي جات شهدت في المحكمة وغيرت كل حاجة قالت ان يوم الاجتماع بتاع التيم هي اللي وصلت ادريان للبيت يعني كده هو ما وصلهاش البيت اصلا وبالتالي ما فيش اي علاقة حصلت بينهم وهو كان بيكذب الله وعلم ليه والسبب اللي اصلا قتلوها عشانه اطلع كله كده كمان اصدقاء ادريان شاهدوا ان هي مستحيل تعمل علاقة مع شخص مرتبط وكمان في الوقت ده هي كان عندها بوي فرند ديفيد المحكمة ما سألتش في المعنوذة كتير لان كده هما كانوا هيبقوا بيلغوا الدافع اللي عند ديفيد فما تكلموش في النقطة دي كتير بس ديفيد نفسه ما شهدش في المحاكمة بتاعته كان فيه شاهد واحد بس اللي جاء هي ديان والاتنين بصوا لبعض بصات بردة جدا ما كانش فيها اي مشاعر وبعد ما خلصت محاكمته المحلفين اتكلموا بالتمان ساعات وبعدها قالوا ان هو مزنب وتحكم عليه باربعين سنة في السجن بعدها تلع في انترفيو ونقر كل كلامه وقال ان ما حصلش حاجة بينه وبين ادريان وان هما كانوا مجرد اصدقاء عاديين والحد دلوقتي كل شوية اللي اتنين بيغيروا كلامهم وديفيد قال ان هو فرحان ان هو تسجن لان هو خلص من ديان وتجوز كمان في السجن واخد شهادة في علم الاجرام وقال كمان ان هي لما سفرت له لكل راضو وقتها قعدوا سوا وحفظته الكلام اللي يقولوا وعملوا القصة مع بعض واتفقوا على كل الكلام اللي هيتقال عشان كلامهم يبقى واحد وان هو غلطه الوحيد ان هو سمع كلامها وغطى عليها غير كلامه بعدها تاني في مقابلة تانية وقال ان هو فعلا قتلها وان هو ديان مع بعض عشان بس يزبط اخلاصه لديان يعني انا مش عارف الصراحة المهم عائلة ديان كانت مندمره جدا خصوصا اخوها الصغير خصوصا ان واضح ان هي ماتت من غير اي سبب لان واضح ان هي وديفيد اصلا ما حصلش بينهم اي حاجة وان هو بس كان بيعمل قصة بيحاول يخلي ديان تقريبا تغير عليه وكد بكد با معرفش يخرج منها بعد كده وهنا تكون خلصت قضيتنا للنهاردة اتمنى تكون عجبتكم واتمنى تقول لي رأيكم في الكومنتات انتو شايفين ان هي قصة هي الاصح وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دوصلوا لايك واشتركوا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد واشوفكم في قضية جديدة شكرا للمشاهدة